السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكوا جميعا عمين ايه معاكم محمد فرج من قائد محمد استوديو طبعا الموضوع اللي هتكلم فيه ده يعتبر انا بتكلم فيه بوقت متأخر شوية اللي هو الزكاة للصناعية فيه ناس كتير كلمتني وقالت لي ما هتتكلم على الزكاة للصناعية زي طبعا المطلة ترند والناس كلها تكلمت فيه لكن انا ما تكلمتش عنه لانه الزكاة للصناعية ما يقصرش على الجزء اللي انا باستخدامه من التصميم بتاعي اللي هو تصميم المنتجات والعبوات لان طبعا انا لو حسده انا اول مرة تقريبا دخلت وعملت صورة وعملت شغلي على الزكاة الصناعية لان طبعا اغلب اللي بيشتغلوا عليه بيكون ايما ارت راجل بيرسم او ناس بتستخدم سوشيال ميديا لكن بالنسبة لجزء انا خاصفي في التصميم صعب جدا الزكاة الصناعية يشتغل عليه خصوصا لو انا بصمم كراتين ومنتجات وعبوات فبالتالي الحاجات دي لازم تكون على بيانسات معينة لان هي هتخش على مكاين وتطبع بطريقة معينة وكل عميل له شغله وله التصميم الخاص به المميزة عن التصميم التاني فما ينفعش لان انا اخش اكتب اقول له انا عاوز بوكس يكون مسلا عصير مسلا ازازة كزا هو يحط لي عشوائي لان في بيانات في باركود في مؤاد غزائية في مكونات في حاجات لازم انا اشتغل عليها في مصمم فهو بيهددني ايش يعني كتهديد انا بتهديدش منه عشان كده ده الكلام اللي كنت بتكلمه قبل كده بقول يا جماعة دايما ندور على الجزء اللي فيه العدد قليل يعني دلوقتي اي حد بخش يتعلم في المجال يخش اول حاجة عاز يتعلمها سوشيال ميديا يخش على طول الفوتيشوب لكن عاز يتعلم سوشيال ميديا وده ادى اللي العدد بقى كتير هتقول لي مسلا ما هو اه تميز وواحد مسلا بيشتغل احسن من التاني واحد شغل انضف من التاني بس العدد لما يكون كتير بالزبط كده لما يكون عندك اه اه اخص في فكهة وكل الفكهة اللي موجودة في تعبانة وفي حاجة واحدة كويسة انت هتعرف الكويس منين انت وحظك بقى صدفك الكويس اه انت حظه لكن لما يكون عندك المجال قليل المجال اللي احنا اللي بتشتغل فيه او المجال اللي انت شغال فيه فيه ناس قليلة ايه اللي بيحصل اللي بيحصل انك خلاص العدد بيكون محدود فبالتالي مش كل الناس بتشتغلوا ما تقول ليش ان مسلا في واحد يقول لك انا بصمم باكيش انا بخش اعمل مسلا شغال سوشيال ميديا فبيديوه ضيقات ويقعد يشتغل عليه على حسن موجود لا احنا انت لما بتيك تشتغل في الحاجات دي فيه حاجات كتير وتفاصيل كتير اذا كان الصناعي ما يقدرش اشتغل عليها قد تبالك يعني مثلا انت بتشتغل وتصمم ضيقات معين اذا كان الصناعي فمنين ان انت شغال على الضيقات المعينة انت عاوز تعمله حتى تقفلت الكارتون هل هل الفنيات هو مش يقدر يعمل الفنيات لان هي مختلفة عن كل تصميم وتاني على حسب كل منتج وتاني فانا متطمن انا واحد من الناس انا متطمن لان ان شغل غير معرض حتى لما انا دخلته وشفت كل الحاجات اللي بتطلب لقيت حاجات بتطلب حاجات خيالية يعني راس تمساح قطة مش عارف ايه اه ساقرب رجل حيوان اي حاجة من الحاجات دي اه يعني حاجات خيالية اه فانا بقول لك كمسيحة يعني انت ما تبصش لجزء معين وتقول خلاص المهنة انتهت المهنة ما فيهاش بشاكل لو احنا بصينا لكل المهنة اللي موجودة في العالم حتى الطب يعني دلوقتي بقى الاول كان الدكتور عشان يعمل عملية مثلا زايدة ولا اي عملية كان اللي بيحصل بها فتح بطن العميل ويعمل تخدير وبعد كده يخش ولازم يكون الدكتور شاطر في الوقت بيخرب خرمين في بطن المريض ويخش بمنظار وحتى رجل العمليات الاسطرة والحاجات دات بقت يعني اسهل من كده اسهل من زمان كتير هتبالك في التطور بتبهى اللغة الدكتور لا خلي الدكتور يتعلم على حاجات احدث عشان يطلع نتيجة افضل لكن انا برضو ارجع وقول لك دايما لما تيجي تتعلم تعلم الحاجة اللي من الفئة الاوليلة اللي صعب الزكاية الاصطناعية يتدخل فيها لان العدد الناس بيبتاحه اوليلا يعني الزكاية الاصطناعية مش هيريش يخش في قزء من التصميم مثلا الناس اللي فيه آآ يعني بيشتغلوا على حاجة معينة هو عاوز ينشر طبعا الشغل الزكاية الاصطناعية عاوز يعني يخش مجتمع كبير فهيروح على اكبر فئة في المجتمع ده بيشتغلها زي الرسم والتصميم سوشيال ميديا والمنتجات والحاجات دي كلها ويبدأ اشتغل فيها فيه واحد ممكن يقول لي طب هو داخل يعني هو دلوقتي يعني لا مفر منه في الزكاية الصناعية بص انا وجهة نظر الشخصية يعني انا ما بتكلمش عن وجهة نظر اي حد لاني طبعا كل طلع وتكلم وقال لك اهو ده مساعدة نستخدمه واحد يقول لك لأ احنا محتاجين ازا كالصناع حي خلينا نقعد في بيوتنا فقا مش منطقي يعني الكلام ده مش منطقي بالمرض ليه الكلام ده مش منطقي لان ما عليش انت لازم تتطور يعني انا الشخص لازم اعرف كل جديد ولازم اخش في الحاجات اللي مش كل الناس فيها يعني انت مميز ازاي مميز على ان انت بتخش بتشتغل زي ما بقى بيشتغل ولا مميز ان بشغلك حتة موضوع انك مميز بشغلك دلوقتي الزمن اقولت لك قبل كده اه ماشي انت مميز بشغلك ومحترف ومية مية لكن اللي حواليك بنفس الستايل بتاع شغلك مش بنفس الجودة ولا بنفس الكفاءة لكن بنفس الستايل بتاع شغلك خلاص كتير وطبعا مش في التصميم بس في اي مهنة ولو خدمها على سبيل المثال كمهندس ولا دكتور نفس النظام الدكاترة كتير هل كل الدكاترة شاطرين لا لكن خلاص انت بتروح الدكتور انت بقى وحظك تقول شاطر مش شاطر انت ما تعرفش زي المصمم فبالتالي الدكاترة الخاصة مثلا بدكاترة القلب بدكاترة الاعجوخ والاعصاب ولا يلا فيه تخصصات ندرة وصعبة انت خش فيها كمان ضمن التخصصات دي تخصصات تصميم المنتجات انا واحد من الناس جدايتي كانت كده اهويات تجارية سوشال ميديا وحاجات زي كده لكن لما بدأت اخش التصميم المنتجات وتعمق في اكتر وقرأ في اكتر واشتغل علي اكتر ووقتي انا موجود في شركة الشركة دي مثلا فيها كم في حوالي انا بشتغل على حوالي خمسة شرق الف منتج واحد يقول لي يا لأ انت كده زودت يعني افوارت منك شوية لا كتير لا لا انا بكلمك جد انا عندي في شركة بتاعتي ازيد من خمستاشر الف منتج يعني انا بشتغل على الحاجة دي انا شهريا ممكن اعمل لي اكتر من من عشرين خمسة وعشرين منتج غير اللي يعني اللي بنبعاثه الصيني هم يشتغلوا عليه لو في حاجة احنا نعديل ونرجع تاني طيب لما انا عملت مقابلات مع تمانية وعشرين مصمم كلهم بلا استثناء شغالين سوشال ميديا او هوية تجارية طيب مين اللي عمان يشتغل باكيجينج قال لك لا لو كان على قد صندوق واحد كده ماشي ما فيش مشكلة اما غير كده لأ ليه لان احنا وزي ما اتكلمنا قبل كده قلنا الحاجات دي كلها فيها حاجات مسؤوليات كبيرة فبالتالي هتلاقي اه الناس بتتخرب منها وتروح للحاجة الاسهل الحاجة الاسهل يعني فيه تنافس اكتر يعني سعر اقل يعني العميدي يقول لك ايه طب انا اقول لك الحاجة تخيل كده انك مثلا واحد جاي يقول لك صمم لي كارتون او سمم لي منتج طبعا على حسب كافعتك يعني انت على حسب بقى انت رابع المواصل اللي حد فيه في تصميم المنتجات وبعدين قلت له انا اعاوز مثلا ليكن خمسمية ريال او الف ريال او على حسب العملة الخاصة بيك عندك في بلدك حيجد لك مش حيجد لك وان جد لك هتعرف تقنعه بيه مش هيقدر يقول لك في واحد تاني حيص ممالي بخمسة ريال او بخمسة جنيه او بعشرة جنيه او بعشرين جنيه انا بدافعش على على التخصص الاستنائي شغال فيه انا بتكلم بصفة عامة حتى في الستريدي حتى في اي شغل تاني دايما تخصص في الحاجة اللي هي تساعدك اما اذا كان الاستنائي مش ضرر ولا عمره حيكون ضرر عشان تبقى انت يعرف لي انا اقول لك على سبيل مثال من ناس صاحبة الرؤية اللي بتقول لك كده خلاص العميل حيخش يعمل يا جماعة في منطق في الكلام انا عميل حاعد اسيب شغلي والحاجات المنتجات اللي بستوردها ولا حتى المشروع اللي انا عامله والكاذا شغلة والمشاكل اللي فيه عشان اقعد على الكمبيوتر اخش على زكال اصطناعي عشان اكتب له كلمات عشان الله على الشغل اللي انا عاوزه او مش يطلع مناسب لي يا اما هي فيش منطق في الكلام اللي انت بتقولوه بسطا نحسن ده مش سمدوتش بورجر متشابه عنده كل الناس في ناس تاني عندها منتجات تانية مميزة وبعدين عميل اللي حيوعد عليه على الشغل بتقولوه عشان يتكلم حاجة اعمل حاجة زي كده معلش يعني في الكلمة كل واحد اخلاص بقى ما راح اتعلم طب وانت راح اتعلم هندسة عشان بقى ليشتغل لا ده مليهاش علاقة يعني ده مليهاش علاقة انا اقدر استفاد من الزكال الصناعي بحاجة واحدة بس ان انا اشوف هو مرتب العناصر ازاي عامل اضاءة ازاي ظل ازاي لو انا بيشتغل سوشيال ميديا مسلا او اشوف المخرجات بتاعة الشغل بتاعه ازاي اقدر استفاد في حاجة زي كده لكن لا شك ان هو يقدر ياخد مكاني خصوصا انت انت اللي مخوفك مش ازاي كالصناعي انت اللي انت بتعلق شماعة الشغل بتاعك عزاي كالصناعي لانك اصلا انت نفس في السوق كتير فانت الشغل عندك قليل فانت تقول بقى ازاي كالصناعي بقى هو المشكلة بقى لا بصوا يا جماعة بالنسبة للشغل او انت تشتغل بقول لك ليس على الانسان اللي مساعه يعني معنى صح انت دلوقتي بتتعلم حاجة جديدة تأكد ان حاجي لك شغل ليها ما تقوليش لما ييجي الشغل تتعلم كلام ده مش حقيقي والكلام ده مش منطق بالمرة لان باب الرزق يتفتح لما انت تسعى له عشان تفتحه هو عمره مفتوح له وانت قاعد وتقول لما ييجي الشغل انا هتتعلم مثلا حاجة معينة زي كده دايما ما تخافش من الحاجات الجديدة دايما بص قدامك ما تبصش وراك ليه يعني في ناس كتير اكيد حبطت لما ترند بتاعي سوشال ميديا بقى واحد يقول لك مثلا كازا وده تصاميم ما تبصش للحاجات اللي اللي تخليك ترجع لوراك دايما بص للحاجات اللي تخليك تحطي لقدامي انا ولكني شايف اي حاجة من اللي بتتقلب على سوشال ميديا ليه لان الحاجات اللي كلها اصلا مش حتأثر علي او ما لا اصاح لو انا استسلمت ليها هتأثر على مجهودي موجود في مجهود التعلم اصلا ان اعرف اكتر واشوف اكتر ثاني حاجة سقافة انك تعرف حاجة واحدة يجب ان تعرف اكتر من حاجة انفعش تتعلم حاجة واحدة بس يجب ان تتعلم اكتر من حاجة واكتر من برنامج يعني وسع المدارك بتاعتك عشان تقدر ماشي مع السوء فانا عاوز اقول لك انتك ما تخافش من اي حاجة خالص انا انا ما كنتش عاوز اعمل اصر حلقة عن زكال الصناعين بس لازم اقول لك يعني دور على الجزء الخاص من التصميم اللي فيه عدد قليل وتشتغل عليه وانا عاوز اوضح تاني ان القناة اللي انا شغل بنزل عليها فيديوهات او حاجات زي كده غير متخصصة في عمل مقب يعني احنا ما بنعملش مقب انا لما عملت القناة اصلا عشان بس الناس يعني معلوماته باضحة انا مش عاوز اعمل مقب انا عاوز ابدأ اعمل منتج من الاول منتج دي اعمله من اول مراحله من اول الفكرة لحد اما انت تبدأ انك تخترع منتج مبعدين في حاجة برضوك لازم تفهمها يعني انت عارف اغلى حاجة في الشغل اللي موجود ايه الحندي ميت صناعة اليدوية يعني لو شنطة صناعة يدوية اصلا او كفر جوال اصلا او كفر تلفون عشان احنا وانا يعني جوال دي بالسعودي لو كفر تلفون ومعمول صناعة يدوية جلد طبيعي تتخيل صناعة يدوية غالي تتخيل غير اللي جاي معمول بزكاء صناعي ومعمول بمكان الليزر وحاجات دي كلها مش غالي طيب بالتالي يبقى لسه فيه وكل ما بتكتر الحاجات على فكرة الصناعة اليدوية بتبقى اغلى يعني كل ما بيكتر التقنية وتكتر الحاجات دي كلها الصناعة اليدوية بتبقى اغلى خلي خلي المنطق بتاعك انك ما تخليش الحاجات اللي اتأثر على وعلى فكرة ازا كده صناع دي هترند وخلاص لانه واصلا مدفوع فبالتالي انت مين حيروح يدفع تهت اربع صور عشان يقعد ينقي منهم عشان يديهم للعميل يعني بالمنطق كده وقعية تمام تركز على اهدافك تركز على انك تتعلم سيبك خلص من الحاجات ونصيحة اخيرة يا جماعة وانا قررتها في اكتر من فيديو انا اتكلمت فيه فلاش تحط شغلك وانت لسه يبادئ جديد على السوشال ميديا يا جماعة خاطر اصلا اشتب انت واخد بالك السوشال ميديا دي هي اللي بتحبطك وفي ناس مريضة نفسيا انا مش عاوز اقول مريضة نفسيا لكن انا انا كواحد باعتقد اي شخص اي شخص يحط اللي هو الشخص اللي بضحك ده او يحط الاستهزاء ده شخص مريض نفسيا دي لانك معلش يعني مش عاجبك الشوخل ما تتكلمش تضحك عليه يعني انا عزفة بتضحك على ايه او انت بتعلق بالسوء على ايه اكيد الشخص ده شخص لسه مبتدئ اكيد يعني كلنا لما يعني احنا متولدناش بنجري يعني احنا اكيد تولدنا بنسحة على ارض فما تحطش نفسك تحت سكينة ناس زي كده تقول تكتري عليك وتقول ايه شوه ده رح تتعلم الاول لما تيجي لالول عندك بايزة ليه انا احنا افهم ليه اصلا تعلم مع نفسك ليه تحط نفسك تحت ناس وبعدين انت رايحة زي ما اسم بلك يترايح في حارة السائيين وسائيهم مية ده مش عمل ابني دولة ناس اصلا شغالة اصلا في التصميم فانت راح تبع لهم تصميمك ده انت فقر اللي بقولك اللي بقولك على الصفحة بتاعت المواقع بتاعت التصميم ديه على اللاكروبات الموجودة ديت عملة ده ناس شغالة فتحين مكاتب بيستعدوا لهم كام مصمم يعمل لهم شغل سمن ثمن يليل يعني وبعد كده خلاص يكون هو مسلا بقى مجغول وعنده واحد يعمل لك يديك انت مثلا عشرة وهو ياخد عشرين ودنيا ماشية فركز ما تحطش نفسك الحاجات ديه انا حابت بس اتكلم في الموضوع ده عشان الناس اللي ممكن تكون خادة الوراء كده خطوة الوراء وبدأت تقلق وتقول ان الزكاة الاصطناعي حيبدأ اياخد الشغل بتاعنا وحنبدأ مش عنا عف نشتغل وبعد يا رجل انت ضم انت ايش بكرة لما تقولي بعد عشرة سنين ولا بعد اربع سنين ولا بعد سنة هنقعد في البيت مش منطق انا اعتقد يعني اعتقد الكلام ده كلام مش منطق يعني لانك انت ما تعرفش تعيش بكرة ولا لا ولا تعرف رزقك بكرة ولا لا ركز على الشغل وركز على التعليم عشان توب انت عندك احيان انا واحد من الناس بشعر غال مسلا على تصميم منتجاته ماشي الاول كنت بشتغل ازاي عادي ما افتح ملاف وببدأ ان انا هحط التصميم بتاعي مش متقفل سري دي لانا ما عنديش خلفية خدت بالك بعد كده خلاص اشتغل على كده فطبعا تحصل اخطاء الكلام مع مقلوب الكلام مش مزبوط تمام بتحصل اخطاء بعد كده لأ دور على ازاي تعمله سري دي دورت على سري دي بعد كده انا بعد ما خلاص وتعلمتي وعملته سري دي والبوكس وكل حاجة طقط في دماغي ان انا عاوز اعمل المنتج يعني ليه اداني محصور في حتة ان انا مثلا التاني بيديني سلط المنتج انا مش عارف اعمل المنتج مش عارف احطه في الكارتون ولا اعمله سري دي بتاعت اتعلم سري دي معين السري دي اصلا ممكن ما تعلموهش حقول لنفسي يعني اكلم نفسي واقول ده مش شغلك انت راجل بتاعمل كارتون او بتاعمل ليبل او بتاعمل كزا قلت لأ انا عاوز اوصل لمرحلة ان انا احط اعمل مرحلة السري دي او اعمل المنتج عشان لما احطه في الكارتون اقدر اعرف ان الكارتون ياخد كم ابوة منه يعني اتطور في المرحلة اكتر واكتر لا خلاص انا طب انا جيت اعمل رندر كنت بعمل رندر كنت بعمله على ايه على على اسكو مسلا كنت بعمله على اس اس دي دي اعيته برضو مش واقعي او مش بيديني الحاجات اللي انا اوزها معيني ما كنتش اعرف حاجة في في برنامج يشط ومع ذلك برضو لسه ما عرفش حاجة كتير يعني اسلاك خشيت زمعت دورته وتعلمتي فيها عشان اطلع رندر اطلع المنتج بتاعي بشكل كويس اهرضه بشكل كويس اخوص يا جماعة الحاجات دي كلها عللت علي في مرحلة الشغل زودة امتي في المكان اللي انا اشغل فيه يعني حاجة تاني حاجة اصلا ان انا بدأت اقنع المدير بتاعي بالشغل بتاعي بسرعة ليه شايفه خلاص ما رندر وشكله الحقيقي وتمام ما فيش مشكلة بعد كده قلت لا انا عاوز احط المنتج دي على الرف ودي على فكرة ميزة قوية جدا لما انا اكون شغال في مكان وابدأ ان انا اعمل مستودع واعمل متجر افتراضي طبعا ده برنامج في اسكو ان شاء الله ممكن نشرحه قدام اه واكيدا هتلاقي له فيديوهات كده مصغرة عندي على قناة اه ازاي احط المنتجات بتاعتي وارصها وهذا زكاية الصناعية ما اعتبر ده اصلا يعتبر نفس نظام خدمني هو يعني اعتبر المتجر الافتراضه ده يعتبر برضو حاجة من البرامج اللي هي تعتبر يعني من الزكاية الصناعية خدمتني ان انا احط في متجر وامشي هو حاجة برضو بس خدمتني فبقيت ارص المنتجات بتاعتي على الرف خصوصا ان انا لو عندي اكتر من منتج ومتشابه مع بعضه او مثلا اكتر من عبوة بعلامة مختلفة بس بنفس الاستخدام بحطها على الرف اه الشكل انتو متخيلين انا لما عملت كده طبعا طلع الزبط زي ما موجود في الحقيقة يعني الشكل والترتيب اختلف اختلف كلي كلي فوق ما تتصور عشان بعد الوقت احنا بنجيب المنتجات من الصين طبعا مش بنضص لها ليه شفناها في كل مراحلها يعني خلاص انا مش شفتها ورقة دي بقى المنتج شفته بتقفل اس دي دي وشفته في الكارتون وشفت العبوة وشفتها على الرف وشفتها كل حاجة انا محتاجة تاني خلاص المنتج ببقى في المستودع او محدش بتطلع عليه من اصحاب يعني اصحاب الشركة او او المديرين اللي متخصص بحالة خلاص هو شافه مرة في اتنين خلاص شغلك بقى تمام فعشان كده انا ما بشتغلش مقاب انا بشتغل او وبمعنى اصح كمان اا اا انا اوزين نرسل ما صور اصلا لما موضوع المنتجات دا نخليه في حتة تانية خلاص تانية حاجة اا اا اضايقات هناك ناس سابعا بتقول لي اا اا ارثو سكاد اا الانجي فيو كل واحد بيشتغل على او او اوز يشتغل حاجة معانا شوف انا ممكن اعدي يعني فيديو او اتنين في الارثو سكاد انا ما عنديش مشكل بك فالك بس انا شخصيا انا بارتح نفسيا في الانجي فيو بحس ان هو يعني بقض الغرض بتاعه وسهل وسريع لكن لو انتم محتاجين الارثو سكاد ادي فيه يعني فيديوهين ولا ثلاثة يوضح بس ان كتشتغل عليه ازاي وبعد كده انت مع نفسك لان طبعا هو برنامج ضخم وانا مش ولازم نعرف ان فيه واحد متخصص للشغل ده يعني واحد متخصص لشغل الضيقات لكن احنا بنتعلم الحاجات اللي تفيدني لنا لو اعاوز اعمل ضيقات او اعاوز اعمل جات لي كارتون الاول كنت على فكرة برسم الكارتون بيجي لي كارتون بفتح الكارتون طبعا لشغل تقليدي واعاوز اعيز بالمسطرة الجنبي ده واعاوز ارسمي اللسان او الالتفاعة كذا كذا لا الكلام ده كان مرهج جدا 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 لا بقيت بقى دور ادور 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 لما حدثت البرنامج اللي تاينجي فيو ده واشتغلت عليه طبعا الكورسات بتاعته اوليلة على اليوتيوب لان طبعا الشركة بتدي فيه كورسات فهي اوليلة حتى الارتوس كده على فكرة فيه كورسات اه بتحجز وتاخدها اولاين تمام ومستويات اه فلاقيت اسهل لي فبقيت اعمل الضيقة في تلاتين سانية فعليا في تلاتين سانية انا عشان ارسم كارتون ويجي لي لا خلاص دخل طول عرب تفاعة عمكم تهل موضوع وسيفه وعمل له بليد وكل حاجة اخذ مأساتي اطلعه بدي اف ادخله عندي على الستريتور اشتغل بها زي ما عز اشتغل على اسكو على اس سري دي على اي برنامج في الحاجات دي كلها طبعا اه في ناس تقول لك لا انا بقفل ده كله على سري دي اللي سينيما فور دي وعي برنامج سري دي يا جماعة مختلف عشان الناس يفهمه ده مختلف ليه لان احنا بنتكلم في برنامج متخصص في تصميم المنتجات بيديني يجلبه سرعة بيديني اه نسخ للمنتجات بسرعة بيديني تقفيل بسرعة بيديني كل حاجة بسرعة انا اعرف انك تقدر تعمل الحاجات دي ما فيه ناس بتقفل منتجاته بتقفل بتقفل منتج موكب وتعمل صندوق سري دي وتعمله على برنامج وتعمل لك موكب له احنا هنا ما احنا بشتغل موكب احنا بشتغل معسات اساسية معسات صحيحة احد الطبيع تطلع بالشكل اللي احنا شايفينه مهم عشان ما اتوغلش عليكم يعني اه اتمنى تكونوا يعني الكلام بتاعي قدرتوا تفهمه او تستوعبه ان زكاية الاصطناعي ميش خطر وانك لازم تكمل في طريقك زي ما تقولوا كده احدد اهدافك انت عاوز ايه وتشتغل واسيب بقى الخطر واسيب بقى ان الرزق مش جاي ومكرا نقعد في بيوتنا والتنافسية التنافسية انا يعني انا شايف انا بكلم على لسان انا انا شايف من الغداء ان اقعد نافس في حاجة فيها خمسين الف ولا مليون واحد بنافس فيها ليه يعني ليه يعني انا رايح في مكان كل اللي فيه بنفسه فيه وكلهم مستواتهم اعلى واحسن مني وممكن اكون انا احسن بس فيها احسن مني كتير مثلا يعني ليه انافس في مكان فيه كتير بنفسه اراحش في مكان تاني انافس فيه يكون فيه ناس قليلة والوقت اللي هتستهلكوا انك تتعب عشان تنافس في دول كنت تستهلكت فكان تاني عشان تنافس فيه واحد يقول لي لا ما هو شغل المنتجات بطليبش تخيل يا اخي لو كل حاجة وقفت في الدنيا شغل المنتجات مش هيوقف انت متخيل يعني لو السوشال ميديا دي توقفت معاتش في بوسطات تودي بقت فيديوهات لو الناس خشت على اي مواقع من الزكارة الصناعي بدأ العامل يشتغل لوحده انا اقول لك تخيل المنتجات مش هتوقف ايه رائح بقى ما فيهش حاجة في الدنيا انت ما بتاخدهاش من غير منتجات من غير عبوات ومنتج ما فيهش حاجة في الدنيا اي رائح بقى لو انت لو انت اقول لك ايه اللبس اللي انت بتجيبه بيجي اللبس ده بيجي في منتج بتشيله في شنطة انت بتخيل اللي قماش نفسه بيجي بتعبف منتجات في كاراتين او في 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 مواقع يعني زي نظام الرولات بتاعت الخشب بيجي في زي نظام يعني برضه باكيجينج نظام كارتون مقوى كده ملفوف اقول لك ايه المايك داي جاي في منتج استان في منتج الشاشة جاي في كارتون في بورد في كارتون الموبايل في كارتون اي نظارة جاي في في علبة ده بتخيل اصلا فازا تقول لي ما فيش حد بيحتاج حاجة زي كده لا فيه اماكن بس انت من كتر ما انت عايش في 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 وسط السوشيال ميديا هاا مش شايف الحاجات التانية يعني في ناس ممكن تسأل نفسها تقولك مجال السري دي بالا عكس مجال السري دي هو اصلا الذي قدام يعني مجال السري دي هو الاصلا اللي هيكون اصلا ده مستقبل قدام وهو دلوقتي ده مستقبل اتسانة انت ممكن تقولي ما وانا ما لا تضربم مني كثير وحاجات زي كده لانك مدخلتش في العالم العالم ده انت مدخلتش فيه لانك بايد عنها. خشي فيه. هتبصي تلاقي. اه ليه لأ. ووسع مدارك شغلك. زود. الشغلة تيعك. المهم عشان ما تقولش عليكم. اتمنى ان تكون الحلقة مفيدة. وان شاء الله حلقة جاية. اه اول نقاش اللي جاي. هيكون على الفرق بين البرامج اللي احنا بنستخدمها. يعني انا استخدم اسكو امتا? واستخدم اسسري دي امتا? واستخدم ارتو سكاد واستخدم مثلا ارتو برو. والحاجات دي استخدامتها. البرامج الكتير اللي انت حاسفها بتعاقيد دي. انك كل شوية. هستخدم كل البرامج ده عشان اعمل المنتج. يعني برضو حاجة يعني مستفزة يعني انت بتبصي لها كده. بتبصي بالعدد. ما بتبصيش انا محتاج من البرنامج ده ايه? بس انا انا محتاج من البرنامج ده. جزء معين باخده جزء الله. انا انا اخلص الفيديو. انا ويشتغلش بريمير. بس انا اخي اخذ الفيديو وحطه على برنامج بريمير. هل اللي انا محتاج حلال الفيديو ان انا اقصه والحاجات دي كلها? انا هعمله. بس هل انا محترف بريمير? لا. هل انا محترف? افتار الفكت لا. مش شغلي. انا مش شغلي مش مشل. لكن انا بعرف اللي انا محتاجه. اللي مش اشوفكم ان شاء الله في دروس قادمة وان شاء الله هناخد دروس جميلة جدا الفترة اللي جاية واسلام عليكم وبركاته